السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا بخير وحشتوني جدا 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 غايب عنكم بقالي تقريبا حوالي شهر دلوقتي كنت باخد بريك طويل شوية ولكن الحمد لله رجعت منه بكل طاقة وكل حماس وحسن انا نفسي اقدم لكم حاجات كتيرة جدا جدا وان شاء الله الفترة اللي جاية هنقدم على القناة وصفات تعجبكم جدا جدا بإذن الله وكل الشكر والحب والتقدير لكل اللي سأل علي ولولا الخجل كنت قلت الأسامي كلها ولكن اخجل من ان اكسف حد هو مسألش او نسي او مجدش على باله او اي حاجة تانية المهم النهاردة بعد الغياب ده هنركع بايه هنركع بوصفة بسيطة ولا زيزة واكتر من رائعة حالة مفيش ولا اجمل ولا قلت من جدا بينا يا شاب يلا حضر المأدير وتخلي معي الفيديو برجلك اليمين وتابع معي الوصفة بالتفصيل هنقول باسم اللي ونيبتدي بالمأدير وطريقة التحذير اول حاجة حضرتها البولة وهضيف فيها الثلاث بحجم متوسط بتركة حرارة المطبخ البيت ميكونش خارج من قلت اللجن هضيف على البيت فانيليا لو مش موجود فانيليا تقدر ادي في بشر برطقان او بشر يستفاندي او رشو من القرفة او حتى معلقة كبيرة من الخل هتقدي معيك نفس الغرض هضيف كمان كوباية من السكر والسكر طبعا على حسب رغبتك تقدر ادي في من نص كوباية لكوباية ونص من السكر زي ما انت عايز بعد كده بالويسكة او بالمطرب اليدوي او بالهند بلندر او حتى الخلاط اي ان كان اللي موجود عندك تقدري تخلطيه خلط كويس جدا جدا بالشكل الان شايفيدة مش محتاجة اعمله فوم ولكن محتاجة يضخلط ويضطرب كويس جدا لحد ما يوصل للشكل الان شايفيدة بعد حوالي ديئتين او تلاتة مش اكتر من كده بعد كده هبتدي انزل بكوباية الا رابع من الزيت زيت الدورة او زيت عباد اي ان كان اللي موجود عندك ومعي كمان تلت كوباية من اللبن والزيت بدرجة حرارة المطبخ اجيت طبعا الزيت هيكون بدرجة حرارة المطبخ ولكن بنبه عن ان اللبن يكون بدرجة حرارة المطبخ ما يكونش سائع بعد كده هخلطهم مع بعض كويس جدا بالشكل الان شايفيدة وبعد كده هحضر مصفى وهبتدي اضيف فيها كوبايتين ونص من الدي دقيق يكون لجميع الاغراض وان كان الدقيق بتاع الكيك بس هتكون ناتيك توهيلة جدا والكيك من جوه هيكون فاتح جدا جدا لو مش موجود دي في اي نوع دقيق المهم تكوني متأكدة ان يكون الدقيق ما بيشربش سوائل كتير ضيفت على الدقيق رشة بسيطة من الملح وزار في بيكينج بودر انا استخدمت بيكينج بودر بس ما استخدمتش كالعادة زي ما بستخدم في اي وصفة كيك البيكينج بودر اللي معاه محسن كيك وده ليه؟ عشان ملاقيتوش بكل بساطة فاشتغلت باللي كان موجود نخلت الديق كويس جدا بشكل الان شايفية ده وبعد كده بالهند بلندر او بالمضرب هبتدي اخلط المكونات الجافة مع المكونات السائلة كلها مع بعض كويس جدا لحد القوام ما يتجانس ويديني خليط كيك اكتر من رائع وطبعا لو هتشتغلي بدقيق بيشرب سوائل كتير فالافضل انك تضيفي كوبايتين فقط من الديق مش كوبايتين ونص وده كده بيكون شكل خليط الكيك القوام بيكون شوية تقيل ما بيكونش خفيف قوي او تقيل قوي بعد كده هنبتدي نحضر للموز عندي هنا من الموز حوالي نص كيلو من الموز سواء بقى موز كبير او موز صغير ايا كان الموجود عندك ولكن بفضل في الوصفات اللي من النوع ده الموز يكون موز طري شوية يكون مستوي شوية لانه بيكون مسكر قوي وطعمه بيكون احلى واغنى كتير من الموز الناشف او الموز اللي هو ما بيكونش طري بشكل كفاية وزي ما شفت معي قسمت الموز نصين وهي باشراح كده هبتدي اركنها على جنب وحضر الصنية لها دخلها الفورن موجود معي هنا صنية مقاس تلاتين قدت لها دهنة بسيطة جدا من السمنة بالشكل الان شايفادة او الزبدة اللي موجود عندك ولكن مش زيت يا اما سمنة يا اما زبدة بعد كده عندي حوالي نص كبير السكر هبتدي افردها في قاعة الصنية بالشكل الان شايفادة وطبعا السكر يكون ناعم جدا علشان يسيح معاك جوه الفورن بشكل سلس ما يتكلكعش او متحسيش بعد ما تخرج الكيكاية من الفورن ان السكر مسحش بشكل كويس مش سكر بودرة ولكن يكون سكر صنطرة فيش ناعم شوية وبعد كده هبتدي ارص المصفق البلصانية بالشكل الان شايفادة طبعا التقسيم او الرص ده حاجة بتاعتك انت رصيه بالشكل الانت عايزة طبعا في الوقت ده انت بتكوني محضرة عندك الفرن سخني يعني من اول ما تبتدي تعملي الكيك بتكوني مسخنة الفورن او مشغالة على درجة حرارة هادية شوية وبعد كده تبدأي تعليه قبل ما تدخل الكيك بحاجات بسيطة تعليه على درجة حرارة 180 دلوقتي هبتدي بقى افضي خليط الكيك فوق الموز بالشكل الان شايفادة وطبعا هساويه كويس جدا جدا واغطي جميع اطراف الموز او جميع قطع الموز اللي بتكون بينه من الاطراف بالشكل ده مهم جدا انه اساوي كويس خليط الكيك علشان ما تبقاش فيه حتة عالية وحتة واطية بعد كده هبتدي قدي لصانية الكيك خطتين اخرج منها الهواء زيادة البلانشة تكسرت مش مشكلة كانت اخر مرة هتشوفوا البلانشة دي في الفيديو ده بعد كده دخلت الكيك على درجة حرارة 180 لمدة تقريب النص ساعة بعد الكيك مستوى كويس جدا عملت له اختبار الخلة وسبته في الفرن تاني لمدة عشر دقايق مهم جدا جدا ما تقلبيش الكيك بعد ما يبرد لازم تقلبيه وهو سخنة لو استنيتي لما الصانية تبرد السكر هيرجعتين الوضع الطبيعي فهينسك فالكيكية حرفيا هتتدمر مهم جدا انك تقلبي الكيك وهو سخنة هتسيبيه بس عشر دقايق بعد ما يستوي في قلب الفرن علشان شوية يكون هيدي كده لو حاسة ان هيكون صعبة عليك يبقى يفضل انك تقلبيها اول ما تخرجيها من الفرن على طول بعد ما قلبت الكيك اديت لها رشة بسيطة من الكاكاو هي النية كانت قرفها ولكن انا اكتشفت انها كاكاو ما علينا رشيت رشة بسيطة جدا بعد ما اديت ايدي في قلب الحاجة اكتشفت انها كاكاو وقلت خلاص اوكي مش مشكلة ولكن الافضل طبعا ان هي تكون قرفة لان القرفة بتديك تستهايل جدا جدا مع طعم الموز ومع طعم التفاح فعلا بتدي الطعم حلو جدا جدا وزي ما انتم شايفين شكل الكيكاو بتاعتنا شكلها حلو جدا طعمها اكتر من رائع وطبعا هتقر بيها وتعرفي بنفسك باذن الله طبعا وراحتها خطيرة راحتها حلوة جدا جدا وقيد طبعا زي ما انتم شايفين السكينة بتمشي في الكيك زي العجينة في الحلاوة مفيش اجمل ولا الاز من كده كيك هاش وطري جدا جدا مكوناته بسيطة اكيد موجودة في كل بيت باذن الله تعالى ده كده شكل الكيكاية بتاعتنا دلوقتي بقى هنقدمها وتقدري بعد ما تقدميها تزينيها باي شيء بسيط موجود عندك زينيها بمكسرات او زي ما انا عاملة كده راشة بسيطة من زر الورد كانت راحتها حلوة جدا وطعمها جمان حلو جدا وكشكل برضو حلو جدا او زي ما قلتلك راشة من المكسرات او صبعا مستقدرة قطعية رامشات جنب الطبق كده في التقديم علشان تعرفيه من دي كيكة موز ولو ان هي راحتها كده كده هيعرفوا ان هي كيكة موز من غير ما يدقوها زي ما انتو شايفين كيكة اكتر من رائع سهل وبسيط وطعم وما فيش اجمل والأزز من كده دي جانت وصفتي لكم النهاردة اتمنى من كل قلبكم اعجبتكم لو عجبتكم ما تنسنيش في الشير واللايك والسبسكرايب اشافكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة دومتم امينين يا احلى متابعين اشتركوا في القناة